بسم الله السلام عليكم اليوم سنرى مدة صلاحية عقد بيع سيارة مستعملة بالمغرب الذي سنقول له الكاردونار ونرى الغرمة التأخير في حالة تجاوزنا هذه المدة لكي لا نطولوش العقد ديال البيع هو هدا وراه درنا عليه فيديو خاص ارجعوا لي هراه صندوق الوصف اذا فشنتكلموا على المدة الصلاحية فحنا كنتكلموا على المدة اللي خاص هاد المالك الجديد يقوم بالإيداع الملف ديال التسجيل يعني هاد الكاردونار مع الملف كامل شحال هي المدة اللي مخصوش يتجاوز باش يدفع هاد التوصي في سيرفيس ديمين اذا ما تتخلف لناش مع مدة صلاحية ديال البيتاق الرمادية المؤقتة اللي هي اصلا جزء من الكاردونار كيف قلنا المرة الفيتاء اذا ذاك الروسي اللي يرجعونا في سيرفيس ديمين بعد ما كيتقبل التوصي رهم عروف مدة الصلاحية ديالو ستين يوم ماشي هو رش كان هادروا انما كان هادروا علاق قبل ما تدفع شحال هي المدة اللي مخصوش تجاوز يعني ابتداء منهار اللي تمت المصادقة على هاد العقد ديال البايع يعني سناء البايع والمشاري تقالي هاد العقد في المقاطعة يجب ان تدفع في واحد الآجل معين لسيرفيس ديمين المدة اللي اشتكلمنا لما خاش يفوتها المشتري او المالك الجديد للسيارة بش يدفع هاد الملف ديال تغيير الملكية انطلاقا منهار لقليزة هاد العقد ديال البيع هو ثلاثين يوم يعني ثلاثين يوم ابتداء من التاريخ ديال تصحيح امضاءات البايع والمشاري يعني المدة هي ثلاثين يوم مخصوش اتجاوزها وإلا غديخلص واحد الغارامة اللي القيمة ديالها هي خمسمية درهم زائد عشرة في المئة على كل شهر تأخير كذلك يعني خمسين درهم زائد على كل شهر وبطبيعة الحال كل جزء من شهر يعني الشهر يدخلنا فيه ركي تعتبر شهر اذا خمسمية درهم زائد خمسين درهم على كل شهر زيادة وما ننساوش انه ضروري من الفحص التقني الخاص بالبيع يتعود يعني ديك الشهادة ديالفحص التقني كيفية تكلمنا في الفيديو الخاص بها رغم مدة الصلاحية ديالها شهر اذا احنا اتجاوزنا شهر قد نخلص الغارامة ونخلص الزيادة الى كان شي شهر اخر زيد لكن ما ننساوش انه ضروري نغير ديك الشهادة ديال الفحص التقني الخاص بالبيع بالنسبة للناس لي عاد تسلموا التصريح بالاستعمال المؤقت للسيارة دوبل في فحتى هما من ذاك التاريخ ديال التسليم راه عندهم مدة ثلاثين يوم ما يتجاوزوهاش وإلا غادي تكون عندهم نفس الغارامة اللي تكلمنا عليها لهي خمسمية الدرهم ديال التأخير وعشرة في المياه على كل شهر زيادة ونفس الشيء حتى بالنسبة للناس لي عاد الله ديوانة وشي سيارة فمن التاريخ ديال التعشير كتبدأ عندهم المدة ديال ثلاثين يوم واذا تجاوزوها حتى هما عندهم نفس الغارامة ونفس النسبة على كل شهر تأخير موسيقى كنا واحد الحالة ديال تغيير الملكية اللي عندها الاجال ديال تسعين يوم ماشي شهر يعني عندها تلت شهر اللي ما نقدرش نفيدكم فيها بزاف حتى ندير كل واحدة بواحدها نديروشي تطبيق ان شاء الله نكونوا في شي حالة حقيقية ونحطوها بتدقيق هاد الحالات الليك مخصش يتعدى الدفيع ديال الدوصي ديالهم سسعين يوم هي يقتناء مركبة على إتر إرت أو هيبة ولا قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق السرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العالاني فهالأنواع اللي ذكرت ما عندهاش مدة شهر إنما عندها مدة تلت شهر وكيف قلت غادي نزيد نبحث فيها وننقشوها في الفيديوهات المقبلة بإذن الله كل واحدة بواحدها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر